رحلت عن عالمنا الفنانة المحبوبة سوير البابلي والنهاردة هنشوف رحلة حياتها من أول مولدها وزيجاتها وإعمالها في مدرسة المشغبين جيه إزاي وفيه سر من أسرار ساعد حسني هتقولهن وعن حضور عادي الإمام للجنازة وقال إيه عن سوير البابلي ومدى تأثرو والمدة اللي دخلت فيها المستشفى عن حالتها وتطورات الحالة حتى وصلنا إلى الخبر الأخير بنعي الفنانة سوير البابلي وهنقول موصيتها اللي زبرتها بنتها بعد ما اندفنت للبداية بنقول إن هي من موليد دومياط موليد 1937 والتحقت بمعهد الفنون المسرحية كما التحقت بالمعهد الموسيقي أما عن زيجات الفنانة سوير البابلي فهي خمس زيجات في حياتها أولهم هو رجل أعمال محمود الناقوري هو والد بنتها الوحيدة لأن هي سوير البابلي كان عندها بنت وحيدة وحفتين من هذه البنت أما الجوازة التانية فكانت من الملحن والفنان منير مراد واللي ما يعرفوش هو أخ الفنانة ليلة مراد تزوجها لمدة وبعدين هو طلب منها ترك التمثيل ولكنها كانت تعشق الفن مستمرت التمثيل وتم الطلاق وتزوجت من بعده بالجواهرج السرجاني وكان آخر زيجاتها الفنان أحمد خليل اللي هو توفاه الله منذ أيام وكأن سبحان الله القدر بيجمعهم في الدنيا ثم بيجمعهم في لحظات الوفاة إن كان في الشهر واحد مع بعض بس هو راحل بالكورونا وهي راحلت نتيجة الحالة الصحية الوسطة لها بسبب ظروفها الصحية الفنانة ليلة الفنانة سوهير البابلي اللي ما يعرفش هي أعملت زرع فصين للكبد منذ سنوات وبتعاني من مرض السكر وده يسبب لها حالة من ضعف المناعة جعلها إنها يدخل في حالة صحية دخلت المستشفى بقالها شهر تدهورت الحالة أكتر دخلت العناية دخلت في غيبوبة كانت لفاقة بتاعتها لما كانت تسمع صوته القرآن كانت تبتسم سبحان الله إنها كانت في الفاضرة الأخيرة من حياتها بعد ما اعتذرت التمثيل وتحجبت اكتربت وكانت بتحج وكانت اعتمر واكتربت من قرأة القرآن وجلسات الأحاديث فكانت اللي بفوقها وخالها تدحق وتبتسم وهي في لحظات غيبوبة لما بتسمع صوت القرآن دي معجزة معجزات اللي هي سبحانه وتعالى أما عن دخول الفنانة سوهير البابلي للبطولة في مسرحية مدرسة المشاغبين فده كان بالصدفة لأنه كان مرشح لهذا الدور الفنانة ليلة طاهر ولكن الفنانة ليلة طاهر اعتذرت عن الدور فمسك الدور الفنانة سوهير البابلي وهنا حققت نجاح كبير جدا ما كانش حد يتوقعه لها هذا النجاح لأنهما كانت في بداية حياتهم لسه كلهم نجي حتى المسرحية وبعدين أصيبت تعب وراحت أجرت جراحة بالخارج في الفترة دي كانت المسرحية شغالة فاللي قام بالدور مكان سوهير البابلي هي الفنانة لبلبة والفنانة ميمي جمال حتى عادت الفنانة سوهير البابلي واكتمل المجموعة واستمرت الفترة تعرضهم لهذه المسرحية أما عن دورها في بكيزة وزغلول وده يعتبر من أحب الأعمال للجمهور إلى جانب أعمالها الثانية طبعا فكانت مبدعة فيه وكانت بتظهر فيها شخصية رستقراطية بعكس الطرف الآخر اللي هي زغلول وإسعاد يوليز ربطتها بالفنان علاقة محبة وصداقة منزل هذا التاريخ وإن كان قابلها كمان بس للفترة دي هي زادت علاقتهم أكتر وتوطدت الفنانة سعاد يونس لما سمعت بالخبر هي كانت بالخارج تأثرت وحجزت مكان على الطائرة وحضرت الجنازة من اللي حضر الجنازة برضو الفنانة سوهير المرشدي وده تأثرت وظهر قد إيه هي تأثرت لفقد الفنانة سوهير البابلي ومن اللي حضرين الجنازة برضو الفنانة دنيا سامير غانم مع زوجها رامي ردوان وحضر أيضا الفنانة عد الإمام وكان حضوره لفت الأنظار ماذا أديه تأثر لهذا الفقد وقال إننا كده آخر واحد من مصرحية المشاغبين هو كان سوهير البابلي وأنا اللي فاضل منهم رحمة الله على الجميع وربنا يدي الصحة للفنانة عد الإمام وهو قال إن هي اتصلت بي بعد وفاة سامير غانم وكانت حزينة جدا وقالت له سامير مات سامير مات وكانت بتبكي وبنهارت لفقد هذا الفنان العظيم بعد ما حدث لسوعات حسني ما حدث وقالت سرها عند ربنا الفنانة سوهير البابلي قالت إن سعاد حسني كانت صديقتي وحبيبتي وكنا متواصلين مع بعض وإن هي من صفات سعاد حسني إنها كانت بتخاف جدا لدربة الجبن فإزاي هي توصل إنها في الارتفاع ده ترمي نفسها ودي قدامها نقطة التعجب لإن إحنا موضوع سعاد حسني كان فيه نقطة تعجب كتير قبلتنا أما عن وصيتها ودي اللي قالت وبنتها بعد الدفن قالت إن هي وصت بجزء من صروتها لمستشفى سرطان الأطفال وإنها طلبت من كل واحد معها قرش زيادة عن حكته يتبرع به لمستشفيات المحتاجة لنجدة الأطفال المحتاجين وجيرهم من المرضى أصحاب الحاجات ولكل مشاهدينا أذكركم بالاشتراك بالقناة وعمل لايك والدعاء بالرحمة للرحلة سوهير البابلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا